الإطار حياراتها محدودة طبعاً في مواجهة هذا التحدي الذي يواجهه لا شك هو في وضع صعب وأصلاً ما اسمها مبادرة لم يحمل أي شيء جديد ومعروف سلفاً موقف التيار الصدري ماذا سيكون من هذه المبادرات الإطار يحاول جهد الإمكان منذ نتاج الانتخابات حتى يومنا هذا أن يبقي على حضوره في الساحة السياسية ومشاركته في العملية السياسية وفي القرار السياسي بغض النظر عن نتاج الانتخابات وهو ما كان يسميه بالحجوم السياسية في مقابل الحجوم الانتخابية هذه المعادلة في المقابل التيار الصدري ومن تحالف معه يقولون الآن تغيرت قواعد اللعبة والآن يبدأ بمرحلة جديدة وهو أنه الاستحقاق الانتخابي هو العامل الأساسي في تحديد الحجوم السياسية وفي تقرير أو تحديد حجم المشاركة في عملية صنع القرار السياسي حتى الآن طبعاً لا يزال الصراع محتدم أنا لا أتصور أنه سواء مبادرة أو رؤية كل ما سوف يطرحه الإطار سوف لن يحظى بقبول قوة تحالف الثلاثي في نفس الوقت سوف يستمر هذا الانسداد طبعاً سوف تستمر ربما شهرين آخرين إلى آخره يعني الوقت يعني احنا تعودنا في صحتنا السياسية يعني ليس له أهمية يعني ومعاناة الناس اللي عضرتوا حضراتكم في تقاريركم كما تعرض بقية الفضائيات أيضاً هذا موضوع يعني هو ليس لا يشكل أهمية لدى أساس البلد أهم الأساسي هو أنه أن تبقى يعني يعني يبقى حضوره في العملية السياسية أن تبقى يعني السلطة كمغانم وكما تحسن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر